المترجم للقناة أنا رأيي شخصي إذا كانت شخصية مصرية عمرها بيزيد عن عشر تلاف سنة لكن أنا بقول إن إحساسها بذاتها ووعيها ما يزيدش عن متين سنة وده نفس العمر اللي اكتشفوا فيه حجر رشيد إيش ما يعني اكتشاف حجر رشيد بالذات؟ لأنه قتاح للشخصية المصرية اكتشاف الحضارة الفرعونية لكن تاريخ مصر ما كانش محصور في الفترة الفرعونية أنا موافقة حضرتك بس أحيانا بيحصل صراع بين مكونات أصلية في المجتمع مش فاهمة أحيانا بيحصل صراع بين المكونات اجتماعي الغربي والأصلية بين التغريب والأصلة بين القومية والوطنية دي كلها صراعات زائفة دي وجهة نظر محترمة جدا حتى لو اختلفت معك فيها لكن في النهاية عايزة توصلي لإيه؟ عايزة أوصل لإنه إحنا مش ممكن نتقدم طول ما إحنا غرقانين في الماضي في شعارات وأوهام بيغزوها الكبار عن جهل ونظرتنا الأدام هتبقى من أي منظور عربي ولا فرعوني ولا أصولي التقدم للأمام ملوش غير منظور واحد يا دكتور بس لازم يكون واقف على الأرض ملامحة واضحة قدامه على كل ما تصوريش قديق أنا فرحانة بيكي وبشغلك الجد شكرة جدا يا دكتور حضرتك أول حد يقولي كلمتين حلوين عن رسالة بتاعتي أكيد برضو حضرتك عارفة رأي الدكتور وجدي لا الدكتور وجدي كان رأيه أنك تغيري الموضوع كله بس أنا شايفة أنك ماشية في سكة ممتازة بس عندي ملحوظة عايزة أقولهلك على منهج الشغل وانتي ماشية تحت أمر سعد خلي منهجك شجرة جزرها الحضارة المصرية وجزعها الحضارة اليونانية ورومانية وفرعها الحضارة العربية واسمرها الحضارة الأوروبية فكري في الكلام ده كويس حاضر الله في نجالك تحفة يعني مفصر نفسه ماشي الله إيه ده دموع في نجالك فيه دموع يا ساتر يا رب بس فيه نصرة بصي اهي قبة عليها وانتي وافة فوقيها وبتقولي هي يعني فيه انتصار ماشي الله الحمد لله فيه واحدة وقفالك عمالة دو 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 عرفتها؟ مين؟ مفيش اللنتي في حياتي بيرغي واحدة تانية شعرها أصفر وعنيها زرقة طبعا عنيها زرقة طبعا فيه واحد واقف اتنين واحد فيهم ماشاء الله طويل ويعني عارفة واضح انه بيعمل ريجيم مامشوق لابس بلطه اسود ساتر يا رب وجزمه سودة يا منجي لا مش شايفة لون الشرب ولابس وشاح أخضر بالورب وبيسلمك ورق بيضة ملفوفة بالشريط قطيفة أحمر هو فيه ألوان فيه اهو اهود اهو شايفة ولا لا؟ انا مش فاهمة حاجة دو انت غريبة جدا مفصر نفسه الوشاح الأخضر والشريط القطيفة الأحمر وكون جرافة ليه شيء الله؟ ده مكتوب الترجمة تحت يا سلاة ألف مبروك ألف مبروك يا حلوتي ألف مبروك مبروك على ايه؟ هو أنا نقشت الرسالة بتاعتي؟ يعني في انجالك اللي انت شرباب بقك هيجزب مبروك ده انت المفروض بعض في انجال ده تاخدي دكتوراه كمان يا سلام عليك الواحد ما ينفعش أبدا يتكلم معاك جد انت تتصنفي مع الغوغاء والجهلة يا ريت يا ريت اتصنف مع الغوغاء والجهلة يا شيخة ده الواحد جد طول النهار خلينا نغوغأ شوية انت ريها قوي النهاردة أصل ولادي راح عندي حماتي والنهاردة بقى ان شاء الله هستفرص بهاني لما يجي طب ألحق امش بقى عشان تستفرصي بيه زمانت عايزة يا ستي استاني ما ولسه ما جايش هستفرص مكين خليكي قعدة طب انا ليه عندك طلبي حبيبتي ممكن بس تمسكي الفصل بتاعي يومين لغاية ما روح اسكندرية وارجع كلا البتة على جثتي لانا ما صدقت يا ماما لانا كان بيجيلي كوابيس منهم بالليل أسفل عشان خاطر يا رورو عايز اتطمن على ماما هروح ابوص عليها في اسكندرية وارجع على طول عارفة نقطة ضعفة بتلعبي على الوطر الحساس في انسانياتي ماشي يا ستي على موم خليكي بقى الاسبوع الجاي ونبدل الرحلة بدل ما كنا هنروح لحبة برسعيد نروح لرحلة اسكندرية عشان خاطرك يا سلام يا رورو خدي بوسا لا انش عندك برد خليكي مكانك يا بوكفي رقيق وصغير وعيهم فنان وحمر شايك يا فنان هتفضل قاعد كده هو هعط البطيخة دي قدامك بتسمعنا حاجة بطيخة جهلة اعمل ايه يا رب حظي في صحابي كده مش مشكلة قولي يا هنداوي نعم يا فنان تحب علي الحجار؟ جدا ده عشقي سمعته لما قال هل رأى الحب سكارة مثلنا كان بنينا في خيال حولنا وماش عارف انت الأغنية دي؟ اه بحبها منه جدا تسمعها؟ يا ريت سيداتي وساداتي يستعد المسرح الأذنان لاستقبال نجم حفل الليلة أراه الآن سيداتي وساداتي وهو يصعد خشبة المسرح وتلقى عليه العديد من الدبديب والظهور سيداتي وساداتي الآن لالتقي مع الفنان على الحجار في وصلته الغنائية الحاد تفضل اسمع ياسم موسيقى 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 شجر اللمون دبلان على أرض شجر اللمون دبلان على أرض موسيقى وكل شيء بينسرق مني العمرين الأيام والضي منني بيني وبينك أحزان ويعدو بيني وبينك أيام وينقض فينا بيني وبينك أحزان ويعدو بيني وبينك أحزان ويعدو شجر اللامون دبلان على أرضو شجر اللامون دبلان على أرضو ويوه ولا همتاوي ولا همتاوي يا دي همتاوي انت قد تخلي معانا قال لي من الأنس الماذا في واحدة تحت وتسأل على صاحبك أدام بطولي لي وقتته بصحة حد يترجم يا جماعة تقريبا واحدة بتسأل على جودة ويقول لي أن أخلته بصحة؟ انا نازل ولا انت ليه مؤتليش انك مودتش الملف اما هم يا ماما مرتوش يدخلوني وانا نسيت اقول له حبلتك وهو فين الملف دلوقتي؟ ما ترده هو فين؟ مش عارف؟ انت ضيعته يا ادم؟ انا عامل ايه دلوقتي؟ خلاص يا ماما انا هدور عليه عشان خاطري افتكر انت ودته فين انديه مش هترحمد لو ما اخدهوش انت فاهم؟ موسيقى تلقى الرئيس محمد حسن مبارك بيومة اصلا هاتفية من الرئيس الامريكي جورج بوش تناول الموقف الخطير والمتدهور في الاراضي الفلسطينية المحتلة وما يمثله من مخاطر على الامن والاستقرار في المنطقة واكد الرئيس مبارك وبوش على ضرورة التحرك الفوري من اجل تنفيذ قرار مجلس الامن اصادر بالاجماع اليوم وتوصل الى حل عاجل لاحتواء الموقف المتدهور واهمية استمرار المبعوث الامريكي بالمنطقة انتوني زيني في دوره الرامي الى توصل الى وقف لاطلاق النار بين الطرفين وانتحاب القوات الاسرائيلية انتوني على الاطلاق الى يا شويش رزم وصيد واصفت سيد احمد ماهر وزير الخارجية اقدام القوات الاسرائيلية بصير خير يا دي إيه اللي جابك دلوقتي هكون جاي لأي يعني عايز تمنى بسرعة ومجيتش من بدري ليه بقى فالح معلش لكن في واحدة زيق اللي لزق بغيرة عبارة ما خلصت منه وجيت على طول فاتت منها بقى بسرعة أجيب لك مني مفيش يا حبيبي فت علينا بكرة لا بكرة ايه خش حتى شوفي لي أي عرنوصة جوا مشت بيها دماغي دماغي هتفرقة تفرقة تطرقة انت ما بتفهمش عربي باولك مفيش باح يا حبيبي باح فت علينا بكرة يا شاطر باولك ايه اجري يلا ما تعطلنيش باولك ايه يا داليا خش في لأي حاجة باولك يا داليا مفيش حاجة يا سيادة اللي هو أجي أساعدك أنا شامم ريحة حاجة حلوة قوي في الميز قليك زي ما انت يا حسين أنا اللي جاهلك حالة طب ما تأخرش حالة أنا أهو أهو كما قامت بتجريب أهو 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 وزع وزع للفطير وزع شامم يا أولد وعندك فطيرة دمياتي بالسجوء والجبنة البيضة يعني بزة بنغة الأعجمية ايه رأيك بقى شكلها يفرح جميل جدا سيبك بالشكلها يا ولي انت المهم المضمون فضل دقها عشان تقولي ايه رأيك في مضمونها فضل مضمونها مضمونها أيوة آآ برش قلت القلبه في بلده ويفرجنا عليها أيوة بس أنا بعد كده بقى يا حسين اللي بقيت عميرها على طول ايه ايه رأيك بقى ده حاجة جميلة اوه 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 بتسلم ايدك والله اللي هو بمستبط الشرف صرحت مصادر أمنيات الوزارة الداخلية بأن قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع القوات المسلحة قامت أمس بمداهمة عدد من الحقول المنزرعة بنبات البنجو بالإضافة إلى ثماني مخازن ومنشرين كما ألقت القبض على ستة متهمين يتم عرضهم على النيابة العامة غدا السبت وتقدر كميات مخدر البنجو التي تم ضبطها بنحو 2500 كيلو جرام تم إعدامها جميعا يأتي هذا في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها الإدارة العامة صور اليهود كانوا في سينة مشوا دلوقتي تطلع لنا بانجو وحتى لو خلصنا بالبانجو يا حسين هيتطلع لنا بانجو مفيش فايدة بس كل مرة تطلع لنا بشكل تاني قدرنا نقعد نحارف في المشاكل ده قدرنا قوتنا الأسية يا حسين يا ابن الوقتي في شبابنا الصغيرين هم دول المستهدفين دلوقتي الناس لا تطلم س هات الناس قسم الناس الناس مش عايز اسمع حاجة لا حتسمع غاصبا عنك كلامك اللي كنت بتكتبهولي من سنين حبيبتي دي أول عملية محتاج لدهبك والأرض بيعيهم ونعوادك بعد كده بس ما تسبيش الفرصة تدعي من إيدينا والنهاردة حرقت عمولة كبيرة عن أرض التواحي وهيحجز حتة من قرف التأسيم ونقبعها والقرش يجري في إيدينا ونقبع على ورش التولية والفضل كله حيكون ليك انت جاية تقوليني الكلام ده دلوقتي لإيه علاش نفكرت يا باية مقترب إن اللي إنت فيت كله من فلوسي أنا أنا اللي عملتك بني آدم جاية لواتي صرفهم على حبيبتي القلب حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم غرادوني بلا مدحب بلا زيبتي حرام عليكم مبسوط يا ست آنم أخي يا جاية يا نصاب والله لو وديك في ستين ده انت بودي مين في ستين ده يا قادم عم باقتك انت مش ملاحظ يا شوكل ان انت قاعد بالك أكتر من عشر دقايق ما كلمتنيش ولا كلمة هو أنت للدرجات دي مش طيقني ولا إيه بس اف منك يا شيخة اف هو أنا مقرر علي الكلمتين المسخين اللي بتقوله لي كل يوم دول بقولك إيه من فضلك سبيني في هدوء شوي أنا نفسي أعرف بس انت زعلان مني دي عملت إيه بس غلط هو أنت مش طلبت مني فلوسها عشان عشان تجيبي اليخت اللي نفسك فيه اديتك الفلوس ما اشتريتش اليخت ما قلتلكش ولا حاج إيه اللي مزعلك مني بقى فلوسك فلوسك هي أم فلوس دي فلوسك دي أصلها نحس دي نحستني معاها دي حتى الشركة يظهر إن هي شركة نظم خدت الفلوس وماردتش عليها مقسياتك عايزاني بقى مبسوط ولا يهمك يا شوكل أنا فلوسي كلها تحت أمرك بس نرجح دي يا زبان بقولك يا ألفت أنا مش فضيلك دلوقتي أنا عندي معاد مهم يا سلام يعني كمان مش هاين عليك تقولي يا لالا لالا؟ لالت إيه؟ يا ستي ما تحترمي سنك أقف كده قدام المرايا واشوفي شكلك هيبقى إيه؟ يا كنت فاكرة نفسك عندك ستتاشر سنة ولا إيه؟ ها يا لالا قال يا سلايا يعني لازم يبقى عندي ستتاشر سنة عشان يقولي يا لالا طب أنا كمان حغيزك ومش هقولك يا شوش ضع 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 مستنداته ضع كل حاجاته كل الأوراق أدهم يا خالد حاول تفتكر بالظبط أنت نسيت الورق فيه يا أخي أنا دورت عليه في كل حتة في البيت وما لقتهوش دورت في الكوميديون وفي المروحة في الغسطالة في الطلاجة دورت يا أخي وما لقتهوش أنا خايفي كن وقع مني في الشارع لا 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 كل 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 وإن شاء الله هتتحل المسك لا هتتحل إزاي بس دي مومة مباري حاملة زي كن متلها حد خلاص لقيتها لقيتها طلق له بدل فاق حلوة يا فناش بدل فاق دي يا عم انت يا الطعف مش هينفى؟ لا طب يلا بينا بقى يلا إيه؟ باقارنا نلحق صباح الخير يا أستاذ حسين ايه ما عندكش حصة ولا ايه لا بصراح يا فندم انا كنت عاوز حضرتك في الموضوع مهم كده عارفه يا أستاذ حسين وبندرسه انا والحج خلاص بقى مش عالصبه تدرسه موضوع ايه بالزبط جهزة الكمبيوتر اللي انت عايزه معلش يا سيدي اصلحنا في التكنولوجيا لسه ما وصلناش لمستوى سيادتك انا ما كنتش عاوز اتقالك في الموضوع الاخاط طب تعالى معا عن مكتب فضل يا فندم انا لو عارف حنوانسي يادتك كنت جيت لك على طول عشان اقولك طبعا لو الموضوع زي ما انت بتقولي بقى ليك حق تقلق هو ايه حاجة حاجة ده شاف شوية تعال خرجين من البوتيك ايه المشكلة؟ البوتيك ده ببيع اكسسوارات حريمي كل الطلبة بيروح هناك تقدر تقولي ازاي اكسسوارات حريمي ده حتى السيطة بتشغالها ناجح شكلها بتبيع حاجات تانية خالص وانت بقى شفت بنفسك الحاجات التانية خالص دي؟ هشوف الحاجات التانية خالص ازاي؟ ده عارفة طلبة واحد واحد وبتتعامل معها بالهداوة اخواننا شوية بالهداوة الراجل بيتكلم المطلق كفه ع تلاميذ ومصلحة المدرسة ماشي يا حاج نفترض ان كلامك ده صحيح ولو انه بصراحة مش داخل مخي حضرتك بقى عاوزنا نعمل ايه؟ نبرق البوليف ايه؟ انت عايز تعملها شوشرة وباوز صمعة المدرسة؟ لا ده انت جننت راسمه انت كل اللي هيبك صمعة المدرسة ومستقبل التلامزة دي مش مسؤوليتك؟ انت مش مسؤول عنه؟ لا يا حبيب مسؤوليتنا عن التلاميذ وهم في الفصول وبس مجرد بقى ما يخرجوا برا صور المدرسة دورنا انتهى معا مسؤولية اهلية غرغنوا لها سيناح او مالغو ولا مالغو هيرغربو هدوا انت عايز توصي هيريف حيرانه ايضا من نعضي الا لا اتركتش في ومنهج غلط في التربية. لا يا استاذ. الزم حدودك. انت مش هتعلمنا نمشي المدرسة الزيقية. وظيفة المسائل الإدارية مش من اختصاصك. ولو مش عاجبك كفاية. ما أبقى يا أستاذ حسين اني هتعمل بالموضوع ده بنفسي. ولو تأكدت من حاجة سق اني مش هسكت أبدا. متشكرا يا فاني. عند اسمك. عقبك يا حج اللي بيقوله بتاع الكمبيوتر ده كل يوم والتالي يطلع لنا بمواله وكمان بيعلي صوته عليا. ما انت كمان كان لازم تشكره مش تزعق له. شكره؟ شكره على ايه؟ ده عايز يعمل ايه ده فضيحة في المدرسة؟ لا وانت السادة. ده بيحذرلى قبل الفضيحة ما تحصل. عشان نعرف نتصرف. ونوي تعمل اي حاجة؟ لازم نتأكد من المنضوع ده بنفسنا. ونلحقه من الاول لو فيه حابة. واحنا مننا. واحنا مننا يا طلع تفهم. افهم بقى. الحاجات اللي زي دي بتتعرف بعد شوية وريحتها بتطلع. ولو المنضوع ده انتشر واولياء الامور خدوا خبر. هيسحبوا ولادهم من عندنا يحولوهم لمدرسة تانية. يعني بالبلد كده. هيتخرب بيتنا. فهمت يا طلعبت. قالوا. العقيد مصطفى من فضلك. هتأمل اي حاجة؟ السبع الخير يا أستاذ حسين. السبع الخير يا أولا. في حاجة؟ ايوة. في قولي. كنت عايزة حضرتك تديني الدرس خصوصي. ايوة بس انت عارف فانا ما بديش درس خصوصي. انتي في اي مش فهمها في المنهج. ها؟ في اي مش فهمها في المنهج. حاجات كتير. كتير قوي يا أستاذ. انا ارحاعمل اليومين الفصول تقوية للطلبة اللي عنده مشاكل. وهو عايزك في اليومين دول تحضر يقول اللي انت مش فهمها عشان اشخوله. طب هو حضرتك هتعمل الدرس دي فين؟ هنعملهم هنا في هودة المعلمين وهتكون بعد المدرسة خلاص، في حاجة تانية؟ في حاجة تانية؟ لا، مفيش طيب، تفضل على فصلة ألف شكر يا ساعة علقيد خلاص، اتفقنا مع السلامة ليه اللي انت عمدته دا يا حاج؟ انت كده ممكن تقفل إلينا المدرسة؟ ما تخافش، العقيد مصطفى حيتصرف من غير أي شوشرة كرميسي، فصلة كلها هي يا بيسي ماذا حاجة؟ استني يا حاجة، أنا مقصوطة بكي قوي عشان أنتي بنت مؤدبة، وبتعملي دي الحصان بس يا ريت مبقى، نحطي توقف بيبة دا كرميس خمسمية مصر لدول استعاني عشاء بيبة مونجور يا رولو مونجور؟ قولي بونسوار، الساعة بقت تسعتاشر وربا ساعتاشر وربا دا ايه؟ مش عبال ما الخطاء تخلص كل اليوفت دا ايه دا؟ انت داخل انتخابات؟ لا انتخابات ايه؟ ديليوفت بتاعت الفرقة المسرحية بتاعتي عشان اللي عنده مواهبة في المزيكة في الرأس، في الغنف، اي حاجة يؤد يا حبيبتي انا مش فيقة عليكي انت عايشة في عصر تاجت مواهبة ايه يا ماما؟ مفيش حد هنا عنده مواهب غالبا انت هتعمل المسرحية لوحدك و هتمثلي فيها كل الادوار لوحدك فاتكلي على الله اخذيها من اثارها ايه اللي بتقوليه دا؟ انت ليه بتظلم الولاد؟ مفيش حد في الدنيا ما عندوش مواهب بس المهم يعرف مواهب دوفين عشان يقدر ينميها بس من الهي ما شاء الله الكلام موزون وكلام كويس او سيبين بقى خلص شو قولي؟ اسيبك دا ايه؟ يلا يلا امي معي تعالي امي تعالي انا عايزاتك معي لا يا ماما انا اعتزلت الفن من زمان وخليه جراتي في تصحيح الكراريس يا ماما احنا هنروحها لشان نشوف المصرح اللي هنشتغل عليه وكمان حسين هيجي معنا اتفضالي يلا ما عنتيش وقت اسيح يا حسين لا لازم انت كمان يا الله ايه دا؟ حد يبقى عنده مسرح كده وقاعة بالشكل ايه؟ ويسيبها كده؟ يا ساتر يا رب ايه دا؟ المهم ان احنا لقينا حتة نشتغل فيها القاعة قدامكم ارضيات خشب ستاير حمرة وسودة وبيضة اعملوا بوروفات زي ما انتوا عايزين سلام عليكم ايه ايه؟ انتي مش قلت انك هتساعدينها؟ اه طب انا هستقفلكم بعد ما العرض يخلص يا سلام الحقيقة دلوقتي انا عندي مهام جسام هتبتدي بصراعي في الشارع لحد ما اوصل بيتنا وتنتهي بصراعي في بيتنا مع وجوز يا ولادي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة يا بايخة بص يا حسين وتخيل معايا لو كل واحد في الطلبة واقف بيعمل دوره واحدة تانية بتعمل دوره يا سلام اكيد شكلهم هيبقى رائع انت بتبص فين؟ اصلي عمري ما شفت واحدة زيك متحمسة في كل حاجة بتعملها المهم الحماس ده يكون له نتيجة ان شاء الله المهم ان الاحساس ده يوصل للطلب كل الناس وبالاخص في السن اللي الطلبة عندنا فيه ده بيحلموا ان هما يقوموا بدور غير اللي بيقدوا في الدنيا وده طبعا مش ممكن يتحقق في الحياة العادية لكن ممكن يتحقق من خلال الفن عندك حق اول ما اخد موافقة على النص ان شاء الله ليك عزو ما عندي على عشا كباب وكفتة كباب وكفتة تعلن ادارة المدرسة عن تشكيل فرقة مسرحية من التلميذ ومن يرغب في الاشتراك عليه الاتصاد بين اسعبير او الاستاذ حسير يلا بسيط طلبين وجوه جديدة يا عم ايلي حواروح سجل اسمك لا 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 انا مش فاضي عندي اختراف في المدرسة تلميذ يا عم مصرحي بتاع ايه انتعوا الكلام ده عايزين حاجة كده انتعوا اتراكس عشان شوش تاخد راحتها شوش تاخد راحتها شوش؟ غتاة تيجي اكمل بقولك ما تيجي نشترك في الفرقة مش عارفة انا عملي ممثلت قبل كده اينا انا ممثلت قبل كده ما تيجي نجار بتهيق لنا لو ممثلت حفظة لا اضحك على نفسي للصور يلا بس عشان ناخد احسن الادور تاعين يا نانسي بقولك ما تيجي نخرج نسهل مع بعض النهاردة مرسي خليها فرصة تانية ليه يعني مهم اوي وراك ايه يا حالتك وراي طبيخ انقذك طبيخ يا دوبك اليوم بإذن الله افتتاح المركز العالمي للعلوم الدراسية كوكبه من افضل استاتذة المدارس مع أنا انت في ايد امينة سارع من الام بحقظ مكالك هم من المدرسة اللي احنا فيها دي للعلوم الفضائية؟ لا احنا يا تسخين بتلف حوالي التراك تروح هناك بقى لتعلم التعليم الحقيقي ولا شفت كلمة كوكبة دي يا فنان؟ يا ابني هم عاملين حاجة عالمية لازم تكون مليانة ستارز نجوم 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 كثير يعني اذا 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 بتقول ايه؟ لا يا بابي قول لحادتك شبه الستار النجوم يا حادك فيك شبه من الهزة بستيلور هيوة ده مص الحلو او بتفرج عليه لك انتو ايه اللي بدحكم؟ مفيش مفيش ده هو صلاح بس ما كانش فاهم يعني ايه كلمة كوكبة؟ كوكبة؟ اي نخبة؟ اي مجموعة من الاسادزة المحترمين للطلبة المحترمين اللي عايزين يذاكروا وينجحوا ويخشوا كل يد بجد؟ ليه بس يا بيدي احنا كلنا طموح والله دي امار فين الطموح اللي في وشكو؟ وانت بالذات ما عندكش اي طموح انت فاضلك سنة واحدة وتتحول منازل يعني ملكش جامعا هاي ولا تاسطي ايه؟ ايه شاعب وانت؟ الدكتور وانت؟ مهندس كباري وانت؟ 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 هعلم زرة زرة ومين يسلك البلالية؟ ومين يبيع طماطن؟ ومين يمسح جزا؟ ارزع يلا ان ما وردكو؟ ان ما وردكو؟ انا وردكو؟ انا وردكو الزمن طويل انا وردكو الزمن طويل يا سوزي وافي بقى يا سوزي هاي زي يا متحد ايه يا سوزي؟ انت ليس زعلانا من هنا؟ وانت تفرق معك ازعر ولا مزعرش؟ اه طبعا انت عارفة ان انا باجي المدرسة المحصوص عشان خطرق عشان يشوفيك يعني؟ خلاص بقى ما تزعليش اهو من بعيد ها؟ ما جيتش جنبك طيب خلاص ايك هاني؟ ماما هو بلغين؟ لازم اكلمه طبعا لازم اكلمه هكلمه ده مهما كان ابن ومنحقه ومدفع عنه اهو وهو الوحيد اللي ممكن يقف معي في المصيبة لانا فيه هدية ألو ايو مين؟ ارو امين؟ اه طب استني كده يا حبيبتي لما اشوفهلك خالد يا خالد خالد ايو ايو زواح اهو ايو ايو اروا اهو تايب اهو ا wo طيب اهو ايو اروا طيب بالراحة بالراحة بس خليني افهم أسافر؟ أسافر إزاي؟ أنت فاكرة الصفر سهل بالشكل ده ولا إيه أروه؟ اتصرف يا خالد أنا مش عارفة أعمل إيه ما عنديش حد أكلمه غيرك يا خالد إيه ده؟ بقولك ابنك حياته في خطر أنت فاهم يعني إيه حياته في خطر ولا مش فاهم دي حجة يا بيه تمحيك نسوان أصلاً عارفة الحركات دي كويس قوي يا صباح حرم عليكي أروه عمره ما تفكر تتصل بي إلا لو كانت في أزمة حقيقية فعلا يا خلودة يا حبيبي عارف يا خلودة بيعجبني فيك حنيتك قوي وما لك بتقولها كده ليه؟ صعبان عليك ولا نرجع نحني من تاني؟ ما تنسيش يا صباح أن أدهم يبقى ابني زي ما هو ابنها بالزبط مش هي اللي مرضيتش يجيقاش معانا هنا؟ كنا زمان نقطعنا النزداد اللي هيجي يشتغلينا كل شوية يا صباح يا صباح حرم عليكي بص بقولك إيه؟ أنا حسافر يومين ثلاثة بالكتير وأرجع لك على طول يا حبيبي تسدق يدي خلاص رجلي على رجلك حسافر معي رجلي على رجلك وسافر معاك؟ طب إزاي؟ أنا عارف أحزاب إيه دي بس اللي أنت عاوز تخشها يعني حتكون أحزاب إيه؟ أحزاب سياسية وشرعية الواحد يقدر يبقى له دور من خلالها الله وإحنا بنفهم حاجة في السياسة ده عمرنا كله على يدك راح في الحروب وجيش أنا شخصياً بعتبر إن السياسة هي خدمة الناس والدفاع عن مصارحهم يعني زي ما كنا في الجيش في النهاية الهدف واحد آه إنت شايف كده بس الحقيقة بيني وبينك لها شكل تاني خالص حقيقة إيه بس يا عز؟ هو أنا اللي بقولي الكلام ده برامج الأحزاب هي اللي بتقول وأنا الوقت بدرسها علشان أقدر أختاري الحزب اللي أدخله ودافع من خلاله لخدمة الناس والله يا محمد يا أخويا أنا شايف إنك بتضيع وقتك عرفاضي في الحكاية دي وقتي وأنا بقى حلتي في حياتي اللي حكاية الوقت اللي بتكلم عنها دي يعني إنت يا عز عاوزني أفضل قاعد في البيت أبص على اللي بيحصل حوالي وانا حط إيه لي على الخدي الله ما إنت اللي مش عاوز تشتغل ده إنت بترفض فرص عمل ووظيف ومناصب من لون واحد غيرك يتملوها يا أخي اسكت يا عز اسكت بقى بعد ما حاربنا عشان قضية مقدسة وطهرنا أرضنا بدم آلاف الشهداء عاوزنا اشتغل سيكيوريتي مانيجر مدير أمن مصنع هامبورجر يا عز أمن هامبورجر يا كموندان الحرب خلصة والناس مش هتفضل طول عمراءة حارب أنا مقصدش حرب خارجية أنا أقصد إن البلد فيها مشاكل والواحد لازم يحارب علشان يحلها تاني بقى الحروب دي ما بتخلصي عمرك ما هتتغير أبدا حتى لو أدوك بلاد الواق الواق هتبدل طول عمرك كده تدور على خنائق عشان تدخلها ولا مشكلة عشان تغرس فيها يا محمد يا أخي احنا كبرنا عجزنا ومحتاجين اليومين اللي فضلين لنا نقضيهم مرتحيل لا معلش تكلم عن نفسك أنت يا عز أنا ما أقدرش أعود في البيت عواطلي لا شغلة ولا مشغلة يا رجل حد طايل يعز يعز أفهم المزجون لما بيحبوا يعاقبوه أو يقدروه بيمنعوه يطلع الشغلة وأنا مش حاوز أبقى مزجون ومتقدر كمان اتتاميلي هناك الكثير من رضي يا رجل واستطيع حاوز أبقى مزجون يا رجل اديك الكثير من رضي أفهم بعد ما شاركو العبور شكرا وأنا جميعها بقونتي كذلك ممكن تقليل كذلك يعنيه المزجون أفهم على قطة يدخل بقوني ثاني قطة تحصي لقدخل هوبا ليسا هوبا ليسا هوبا ليسا هوبا ليسا قس ايه، اخد يدت خن يا متعان اكتب اسام العيل دي كل عيل زقيني غاية هنا دراجتين ونص واللي حيزقيني يروحني دراجتين ونص يعني المجموع خمس درجات من اعمال السنة يه! اما انتح تفضحوني امشي امشي يا بيه اس اسري زائد او سوي اس افور ولا انا غلطان لا يا هنداوي الكلام ده جوا الفصل برا الفصل يبقى بالعداد يا هنداوي طيب المعادلة دي بس لا. يا بيه يعني يعني استفسار منك بدا بسيط قوله على طول. لا. يا بدا بيقولك اس او فور ولا سري مش تعبه. لا لا. محدش يسألني برا الفصل اي سؤال. انا تحت امرك هو الفصل. يا استاذ. يا استاذ يا بتاع الكيميا محترم. انت يا فندي. اهلا اهلا صباح الخير يا حضرت الناصر. نورت المدرسة يا استاذ حجازي. اغرني. خلاص صباح الخير ونورت. على بال ما نبدأ عليك تكون السنة الدراسية انتهت. مش شايف. ما تشيل عني. لماشا الله انا شايف الاعلانات نازلة نرفه اهه؟ ترف ترف. ال اعلانات نازلة ترف بقولك لكر شيل عني تولي الاعلانات نازلة ترف. ترفة اغل بتاع ايه? حضر يا حضرت النصر حكرا يوضي هندوي يوضي عتم يا صلاح التعاة تعان شيل يوضي عن الستاس شيل عملك التعاة شيل جيل ما يعلن به الله ربنا انا بتعب وباشا ليه مش عشانكو طفح الدردي ليه مش عشانكو قطر الجواز فتني وجرا ليه مش عشانكو تعالي! اشيل! اكيد دي مجموعاتها كوية يا حضرة الناصر! بص بط! يا بيه! مجموعات ده البده باني علي الأقيم! بص في عينة لقى كلها صفار! واللقم بيفط منها! بيفط؟ ايو يا بيه يعني يبص! انا مخلصتش من يفط! تطلعلي بيبوز! اين مفرطات اللغة؟ يعود علي يا ربنا في تربتي فيكم! انا لازم اعلمكم من اول و جديد! وعلى جيدا! اقولوا! اتكالي بيضحط الناصر! انت بالذات مش مستهيح لك! انت عارفة! ابوك جامل بلد شكله اي انا! لابس جلبيا مقطعه مع فشا ومنادنا! ودلوقتي لقبتي البليا معاكم! عندك عربية وسكنين في شقة فيها بانيو! بانيو! وانا وابدادي نستحمى في طشتي غاية دلوقتي! يعني مفيش عليك دفل للفقر! وامسلكم! بتخمسوا وشي يا قليلة تربية! انشي! اه! يا ابي! يا ابي عربيات ايه! وطرات ايه بس! دلوقتي هندوي غالبان! ده بورج ليلة اتنشمال! 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 يبقى دي اللي جايبانو الحظ! ابوه لازم يصرف عليها عشان ما يعيش على المجتمع! تعال اهن يا اود يا صلاة! تعال! انا بي! لا! خيالك! هي وانت! ايا بي! رزمة الوالق دي تطلع مكتبي فوق! قصماً عظماً! تنقص ورقة! اروح اجيبك من مست اهلك بالشرطة! خد! مش وش! اتفضل يا استاذ! اتفضل! اتفضل يا للمهم حواليك! اتفضل نلم ايجار القوار بتاعت الالعاب! اتفضل! انا برضو اللي بوي اعالي عالمجتمع! واحنا اللي بنعرف انه جيه بالمدرسة اما بنشم ريحته! ما تزعدش مني يا هندوه وابوك عالة فعلاً يعني! هي التحاليل بتاعت لو مش ترت كويسة يا دكتوري الحمد لله! والكلية بتاعتها تمام 24 جراحة! ممم! كيليا كويسة قوي زي الفل! الله! اما اللي هستالي زبوه اللي جاي ليه! ما كولنا خلوصنا من اللي عملان نهارضي! نهارضي يا رجل انت! انتها فاكرها حقنا وخلاص! مش المفروض ان احنا نشوف البنت التانية اللي هيتنقل لها الكليا بتاعت بنتك! وبعدين انا مش فاهم انت مستعجل عليه! مش خلاص! بتفاين على كل حاجة! ايوه يا دكتور! بص انت عارف ان انا مش منهمة! والعيشة في مصر غير يا جوي! اللي عندنا في البلد يعني! ده بص المواسط لوحدها بتاخد الشيء الفداني! يا الله! ايه اللي عملت ايدي يا بيت! مش تحذب كده بقوصتلي الهدمة! ايه يعني موازش لك نسبوكن يا أخي! خد! يا اخد عدوينك يا سعدة البيت! من ايه دي احنا بجا! يلا يا بيت! ايه اسمع يا راجل انت! نعم يا سعدة البيت! لو عتنسى ان بنتك هي اللي متبرعة بالكلية بتاعتها! فلوس اللي ما دفعلك دي مشتمنها باقامية من ليه! فلوس ايه بس يا سعدة البيت! دي هالبلملال حشان اخدنها السواب! سلام عليكم! يجيلي يوم الحد! حاضر يا سعدة البيت! بالإزد! يلا يا بنت! السواب عشرين ألف! يا شمس حبي زهرة العداد!